اهلا بكم الى ابرز الاخبار في دقيقة في سوريا العثور على عشرات الجفت لاشخاص اعدمهم داعش بمدينة القريتين في نيجيريا مقتل 13 شخصا واصابة اخرين بهجمات انتحارية نسائية في ايران خلافات بين حسن روحاني والحرس الثوري الايراني الذي يعد السبب الاول في التدهور الاقتصادي المغرب يرسل مساعدات طبية الى مدى غشق لمواجهة الطعون تشمل 34 طن من الادوية والاجهزات الطبية ومعدات الوقاية وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية لندن تفرض ضريبة على السيارات الاكثر تلويثا للهواء في محاولة لتحسين جودة هواء العاصمة وتوقعات بسقوط قمر صناعي اخر على الارض بعد الاخر الذي سقط يوم الاثنين الماضي وشاهده سكان الخليش ترجمة نانسي قنقر